مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليكم الاحوال الجوية المتوقعة خلال ايام الاسبوع القادم ستشهد المملكة واجواء المملكة ان شاء الله واعتبارا يوم الثلاثاء تغيرا نوعيا وجذريا في الاحوال الجوية من حيث الانخفاض الكبير والملموس على درجات الحرارة وايضا من حيث انهاء حالة الانحباس المطري وسقوط الامطار باذن الله بكميات ممتازة ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس في معظم مناطق المملكة مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة واولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نبدأ بالأحوال الجوية المتوقع يوم الأحد يوم الأحد نتوقع عن يطرأ أو بداية لانخفاض تدريجي على درجات الحرارة انخفاض قليل على درجات الحرارة لكن تبقى أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين ثلاث إلى أربع درجات مئوية الأحوال الجوية المتوقع ودرجات الحرارة في المناطق الشمالية 18-10 المرتفعات الوسطى 16-9 المرتفعات الجنوبية 15-8 والأغوار 26 إلى 16 درجة مئوية خليج العقبة 26 إلى 14 والبادية الجنوبية الشرقية 20 إلى 10 والبادية الشرقية 18 إلى 7 درجات مئوية يوم الاثنين إن شاء الله انخفاض آخر على درجات الحرارة لكن تبقى أعلى من معدل بقليل ما بين درجة إلى درجتين وتكون الأجواء تقريبا ما بين مشمسة وغائمة جزئيا في المناطق الشمالية لكنها غائمة جزئيا في المناطق الوسطى خاصة اعتبارا من ساعات ما بعد الظهر والمساء والليل وفي المناطق الجنوبية تسقط زخات أو احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في مساء يوم الاثنين وليلة الاثنين على الثلاثة بإذن الله ودرجات الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية 18-9 المرتفعات الوسطى 14-6 المناطق المرتفعات الجنوبية 11-3 والاغوار 24-13 وخريج العقبة 23-12 البادية الجنوبية الشرقية 17-5 والبادية الشرقية 19-5 درجات مئوية أما يوم الثلاثة يوم الثلاثة وإن شاء الله وبإذنه تعالى ستتأثر المملكة بمنخفة جوي كتلة هوائية باردة قادمة من وسط أوروبا عبر تركيا وشرق البحر المتوسط باتجاه المملكة هذه الكتلة تؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة تكاثر الغيوم وسقوط الأمطار وإنهاء حالة الانحباس المطري بإذن الله وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة يوم الثلاثة يوم الثلاثة بتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة أيضا في معظم مناطق المملكة ويطرق انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة الحرارة العظمى بحدود 12 درجة في المناطق الشمالية والصغرى 9 درجات أما عمان والمرتفعات الوسطى 8 إلى 6 والمرتفعات الجنوبية 7 إلى 3 والأغوار 20 إلى 10 وخليج العقبة 19 إلى 11 والبادي الجنوبية الشرقية 10 إلى 4 و13 إلى 4 إذن هذا في البادي الشرقية إذن يوم الثلاثة منخفض جوي كتلة هوائية باردة أجواء باردة غائمة ماطرة يتخللها البرق والبرد والرعد أحيانا في بعض الأحيان وتكون غزيرة أحيانا أيضا وبالتالي يرتفع منسوب المياه وأيضا نحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة الأربعاء أيضا استمرار الانخفاض في درجات الحرارة واستمرار الأجواء الباردة والغائمة والماطرة بإذن الله الحرارة العظمى في المناطق الشمالية 13-8 المرتفعات الوسطى 11-4 والمرتفعات الجنوبية 8 إلى 1 والأغوار 20 إلى 10 خليج العقبة 19 إلى 9 البادية الجنوبية الشرقية 11 إلى 2 والبادية الشرقية 14 إلى 4 أيضا من اعتبار اليوم الثلاثة والأربعاء وحتى الخميس أيضا تتأثر المملكة برياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة تكون مثيرة للغبار والأتربي خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحضر وقيادة سياراتهم بالسرعة الآمنة أيضا أما يوم الخميس يوم الخميس أيضا أجواء باردة غائمة معطرة درجات الحرارة أقل من معدلاتها المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 12 والصغرى 8 المرتفعات الوسطى 9 إلى 5 والمرتفعات الجنوبية 6 إلى 2 الأغوار 19 إلى 10 وخليج العقبة 18 إلى 10 البادية الجنوبية الشرقية 9 إلى 1 والبادية الشرقية 14 إلى 2 أجواء باردة غائمة معطرة في معظم مناطق الممك أما يوم الجمعة يوم الجمعة تقريبا استقرار على أحوال الجوية مع بقاء الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا ارتفاع قليل على درجات الحرارة المرتفعات الشمالية 15 إلى 9 المرتفعات الوسطى 11 إلى 6 المرتفعات الجنوبية 10 إلى 5 الأغوار 21 إلى 12 وخليج العقبة 21 إلى 13 البادية الجنوبية الشرقية 13 إلى 6 والبادية الشرقية 14 إلى 5 درجات مئوية مشاهدينا نتمنى الجميع السلامة شكرا لمتابعتكم النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري شكرا للمشاهدة